لليوم الرابع على التوالي يحول البرلمان التصويت على قانون الموازنة الاتحادية لكنه لم يفلح في إكمال التصويت على مواده سبع وستون مادة غير المضافة صوت المجلس على ثلاثة وثلاثين مادة منها عدم إكمال بقية المواد يعود وفق نواب إلى تنحرات سياسية تنحرات لم يرتضيها الشارع اليوم الرابع على التوالي والي حد لنا لا يوجد أي قرار جديد لذلك المصالح متعطلة البلد معطلة الناس تريد فتحها لتشغل فنتمنى منعهم أن يكونوا جادين بهذا الموضوع هذا كل الخميس الذي يجيه ستنقرر الموازنة يجي الخميس انتهى الخميس وماك موازنة يعني ملتهينا فقط مصالحهم لا ناظرين للشعب وما ناظرين للمواطن لكن هذا الخلاف اليوم والخلاف الذي يصب داخل البرلمان هو خلاف حزبي بحث لا يموت بصلى للمواطن العراقي ولا بفائدة إليه صراع الكتل السياسية تحت قبة البرلمان عطل تمرير القانون كما رسم له باجتماعات تحالف إدارة الدولة الخلافات بين الإطار التنسيقي والأحزاب الكردية على بعض مواد القانون جعل المجلس يخفق في التمرير خلافات يطالب الشارع أن تنتهي ويتم الإصراع في قرار القانون بعيدا عن التناحرات السياسية والمصالح الحزبية نحن كشعب عراقي نخاطب سيد رئيس مجلس النواب أن يسارع بقرار الموازنة لعام 2023-2024-2025 يعني بدون محاصصات وبدون مصالح شخصية الواجب الوطني والواجب الشرعي والواجب الشعبي أقرار الموازنة لأن الموازنة تمس حياة المواطن العراقي تمس الخدمات البناء الإعمار تمس القوانين التي تخدم كل الكرنفال العراقي وفي جرسة اليوم تتأمل الأوساط الشعبية إلى إكمال التصويت على مواد القانوني بالكامل دون الذهاب إلى يوم الخامس أو أبعد من ذلك لإقرار قانون ينتظره الشارع بفارغ الصبر من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير